قد نتحدث عن طلاب والجامعة المغربية من قوة الطلاب من الجيش ومن انقلابات لأن لا تنسوا ما الذي كانوا المصدر المثال التوارات في العالم ايران و فرنسا و كان مصدر الجامعة والوقود لنجحها هم الطلبة. وهنا سنبدأ النقاش بين القديم والجديد. لأن الاتحاد الوطن من طلبة المغرب كان يعتبر قطب من أقطاب توازن القوة في المملكة المغربية. وكان دائماً هو المقياس أو البرومتر من الوعي المجتمعي. فش وصلت للجامعة في تسعينة بالضبط 1996. لقيت الاتحاد الوطن من طلبة المغرب ولكن للأسف كانت نهاية الاتحاد الوطن من طلبة المغرب. حيث فش وصلت للجامعة تم إضعافه لواحد الدرجة لما تخيج. لأن الاتحاد الوطن من طلبة المغرب كان لديه وزن كبير في الجامعة ووزن كبير في الحياة السياسية. لقد قدرنا نقوله. وخا هو لم يكن فاعل سياسي داخل أحزاب السياسية ولكن كان لديه وزن. وكانت الدولة تضرب له ألف حزاب. لماذا؟ لأنه كان الطالب يختلف على الطالب اليوم. الطالب اليوم يضمره تدمير كامل. ويأتي الجامعة. ما هو الهدف له؟ هو أنه فقط يأخذك الديبلوم ويمشيه بالضف ويشوف حياته. بينما قبل كان الطالب المغربي. بالعكس يدخل الجامعة. يعيش في حياة جامعية. يتعلم بزاف الحياة من الجامعة. يخرج عنده واحد تكوين حقوقي. عنده واحد تكوين مجتمعي. لماذا؟ حيث كانت الحركية. وكان إلا قدرنا نقوله الوسط الجامعي. راقي جدا. ما شي بحال ذا باب. لأنه يقرأ الكور دياله ويرجع بحاله. ما حال هذه كانت حلاقيات. كانت تظاهرات. كانت مهرجانات. كانت القيمة ديال الطالب بشي حاجة كبيرة. كانت واحد الحياة اللي مفيدة للشخص كمواطن قبل ما يكون طالب. وكان بخروجه من الجامعة. كي يخرج إنسان مكون ماشي غير من جانب التقافي ولا جانب العلمي. ولكن كي يكون مكون حتى حقوقيا مجتمعيا قانونيا. بزاف ديالحواج كانوا الناس كيفهموها خلال المرور ديرهم في الجامعة. فشنو اللي وقع. على ما فهمتنا لأنني كانت مازال كين البقايا ديال اتحاد الوطن طالبات المغرب. وكانت مازال كنت التظاهرات كانت بزافة الحواجية. يعني يجينا القيناة واحد البلاطفورم اللي كينا. ولكن ما بقتش قوية. بالقوة اللي كانت فيها في تمانينات وفي بداية التسعينات. فشنو دارو. المخزن. نقدر نقول لكم باللي. كي يخاف من الطلبة. أو كي يخاف من الجامعة المغربية. ومن قوة الطلبة. كي يخاف من الجيش. وكي يخاف من الانقلابات. لان ما تنسوش باللي الطلابرة كانوا مصدر ديال بزاف ديال التوارات في العالم. ايران. بزاف ديال الدول. فرنسا. بزاف ديال الدول دز عليها. توارات وكان مصدر ديالها هو الجامعة. وكان. كي يخاف من الوقود ديالها. لانجحها هم الطلبة. لماذا؟ لن تتعلم واحدة مسألة. طالبي لك كان طالب. وعي. عارف الحقوق دياله. عارف القوانين ديال البلد. إنسان حل عينه. إذا قدرنا نقوله. فأوتوماتيكيا. كتكون. أو لكي ينقل هذا الوعي هذا. كي ينقله البطار. وكي يكون والده أميين. مقارينش. ولكن. كي يوعى معه. لماذا؟ حيث. كيف يفرض عليهم واحد النوع من الوعي. بحيث مثلا. كيتفرج في قنوات. ماشي أي قنوات. الوالدين دياله. كيبدوا يسمعوا أخبار. كي يطرحوا له الأسئلة. كي يبدوا يشرح لهم. ما كي يبقى متبع لها روتيني اليومي. كي يتبع لها حاجة متقفة. وكل ما هو كي زر يتقف. كل ما الوسط اللي عايش فيها. كي يتقف معها. وخي كل الوسط دياله أمي. وهذا شيء يرعب الدولة. لماذا؟ إن الدولة خصية شعب لناس. تقول لهم يمين كي يمشي ويمين. تقول لهم يصار كي يمشي ويصار. والمصار غادي. والناس هادو. كي يشغلو الشعب بشي حويج خاوية. باش يبقوه هما. دائما مسيطرن ونسرقو. إلي قدرنا نقولو. فرحت الله. هاد شيء. بقاو خدامين عليه. خدامين عليه. خدامين عليه. تدمروا الاتحاد الوطن. كيفاش دمروه؟ دمروه عن طريق. زرع نشاطاء ديالهم. يعني. تابعين المخزن. كي تخلصوا. دخلوه. الداخل. ودارو. واحد النوع من الصراع. بين القيادات. زرعو. واحد النوع من الفيتنا. والصراعات بين القيادات. فولوه الصراع وحد الوقت. على القيادات. هذا اللي ادى الواحد مجموعة من. الاستيضامات. ولكن من بعد. ارزمو ان. الناس. للعقالة. في الافتحاد الوطن. الطلبات المغريب. عرفوهم. وكالنبقي كان عقل. وخافة جهت في النهاية. كان مازال. بعد الحواج. كانت توقع. انهم. لم يشدوا شي واحد مخزاني. ولا يعرفوا شي واحد مخزاني. فسطهم. فسط الحرام الجامعي. كي يقبطوه كله. كي يربطوه على واحد الكورسي. وكيدوروا الصف. وكيدوزوا واحد واحد. كيدفلوا عليه. يعني. كانت وخاكك واحد الحرب. عالنية. بين كل ما هو مخزاني. والمخزان لم يدخل الحرام الجامعي. دائما القوات المخزانية تكون خارج الجامعة. داخل الحرام الجامعي. كانت قوانين خاصة. هي التي تسير. لحياة الجامعية. مثل. يلغط شي واحد. كيف يتحاكم. كانت تكون حلقيات. كانت تنقش. وكانت تنقش. مثلا. الفكر الماركسي. الفكر اللينيني. كانوا الأخوة نعود. يديروا الحلقات ديالهم. وكل شخص ينقش فيها. ويقدر يتبادل فيها الأفكار. ويقدر يدلي. يدلو دياله. ومام طنق يعطي الأفكار دياله. ومام طنق يقدر يأخذ أفكار أخرى. فهذه المسألة هذه. كانت فيها صعوبة للدولة. لأنها تختارق. هذا. تكوين طلابي. الذي كان واحد. تكوين طلابي قوي. صعيب لكي تختارقه. وكانوا يستطيع ردين البال. فش ندارو. تجهل تجاه ديال. لإخوان المسلمين. التي كانت هي الكفة الموازية. كانوا القائديين. الناس. يساريين. علمانيين. وكانوا لإخوان المسلمين. وإخوان المسلمين. لوقت توقع. أن كلهم في التظاهرات ديالهم. في ميرجنت ديالهم. كانوا يجيبوا واحد تجهيز. غريب. كان كل شيء يتساءل. كانوا يتساءل. وكان الكثيرا يضمن على أن. تنظيم الإخوان المسلمين العالمي. هو الذي كان يدعمهم. وهو لا. وفي الحقيقة. ما يبنت من بعد. هو أن المخزنين. هو الذي كان يدعمهم. قبل أن يدعمهم. منزيم الفلوس. أعطيهم. لذلك. كانت تكون شئ تظاهرات. يأتي الكاميرات. كانوا الكاميرات. كاميرات حديثة. التنظيم. الملابيس. كلها بحل بحل. يعني. النوعية هي التنظيم. كانت تكون عالية. التي تخسرت عليها فلوس. ليس شيء تنظيم عادي. كانوا يدعموا منصة وعرة. بالميكروفونات. بمكبيرات الصوت. كما يجب. لماذا؟ لأن الدولة المغربية. كانت تدعم فلوسها. لماذا؟ دعموا الإخوان. كيف يدعموا بهم. القاعدين. وفعلا. نجحوا في هذه المسألة هذه. وأدعموا بهم القاعدين. وكانوا واحدين من العدلة. والتنمية. التي كانت شدت الحكومة قبل. كانوا حتى هم في الجامعة. من هم الخلفية. وكانوا الكثير منهم. إذا رجعتوا للتاريخ. لا ترى التصور منهم. كانوا طلاب. وكانوا جامعة إلى آخره. ومن هنا. لديك المسألة. العلاقة الوطيدة بين. الإخوان. وبين المخزن. والخاف الحقيقة. كانوا يبينوا على أنهم. معارضين هذا. ولكن كانت عندهم يد. وأصلا. النجاح في الانتخابات. كانت مباركة المخزن. وبدعم من المخزن. من تسبب الناس الذين يقولون. حقا ما حقا. انتخابات. والشعب اختار. الشعب ما اختارته. جاءت 20 فبراير. هل رأت القضية من البلد. هل قرابا لهم. والذين تفهمين معهم. ودجا. كانت عندهم معامل. وقال لهم. حيث ان اخذوا الى حكم. لقلما اختاره. وفعلا. ونقدروا الى حكم. وتكلموا الأمور. ومعاوضوا الى موسخين. كانوا يفتحون في الاستغلال. ودخلوا في الاخر. ونقروا في الاستغلال. لنرى الفيلم بين كيران مع القصر. مهم. هذا فراه تاريخ. لتفاهم و الاتحاد بين المخزن و الإخوان لتبقى السيطرة على الشعب